يعني سيد سعيد يعني احنا هاي المليارات دة الطافر يعني عدنا اليوم أزمة أم غسيل أموال أم نهب المواطن أم نهب الدولة لا لا خلطة هي سيدتي هي خلطة ملفان متلازمان حقيقة ما بين الإدارة والتخطيط والجدوى والفساد واستغلال النفوذ فتخلطها هي ونتيجتها ما نصل إليه يعني الآن عدد الإجازات منذ الفين وخمسة الفين وربعمائة إجازة نسبة الإنجاز صفر تسعمية وسبعين إجازة المتلكة ثمانمائة إجازة ثمانمائة مشروع استثمارك المنجز خمسمية عدد الإجازات المسحوبة لحد واحد وعشرين حسب هيئة الاستثمار ألف وسبعمائة وسبعين طبعا هذه الإجازات عندما تمنح ترافقها تسهيلات باستيراد العمالة الأجنبية اللي تبلغ خمسين بالمئة من العمالة إعفاءات ضريبية إعفاءات من رسوم وقمارك على السلع والمعدات الموردة هذه كلها أموال بالإضافة ذلك عدنا الأراضي الممنوحة اللي بلغت أربعمائة ألف دونم وتقدر قيمتها المالية بحدود تسعين مليار حوالي تسعين مليار دولار في حينها يعني مو تسعين مليار حتى يكون أدق يعني نعم تسعين تريليون دينار يعني هذا مبلغ مهيين وكانت هذه الأراضي مجمدة تسعين تريليون تسعين تريليون يعني مبلغ مهيين تسعين ليش قلت لك بالبداية اليوم عدنا أزمة أم غسيل أموال أم نهب المواطن يعني حتى نتكلم تدريجيا نلضي على المواطن عدنا مليارات وقلت لك إياها يعني بالبداية قلنا نسميها تطافر عدنا المليارات ما عدد الأراضي والإجازات التي تم استردادها من المستثمرين والتي يعني نسبة إنجازها صفر تكلمت جنابك أنت يعني أكثر من مية ألف وسبعمائة وسبعين إجازة تم سحبها تم سحبها نعم نعم نحن عدنا الرقم الآتي يعني وفق الهيئة نعم هناك أربعمائة ألف دونم قيمتها التقديرية تسعين تريليون يعني هذه استرجعناها هي أراضينا يعني أراضي ملك عام هذا ملك الشعب هذا ملك الدولة تمام فتم استرجع لأن هذه الأراضي كانت معجوزة ولكن إدارة شوفي راح أنطي مؤشر يعني بهذا الباب يعني عندما تمنح الإجازة هذه الجهة التي تتمتع بهذه الإجازة إلى حق استيراد معدات حديد مكائن مواد إنشائية بمختلف أنواعها زجاج أصباغ مختلف يعني خصوصا للكونستركشن يعني ولكن عندما هنا يجب على هيئة الاستثمار وكذلك ديوان قابل مالية وأحنا أيضا كمواطنين نراقب هل هذه الإجازات تم استيراد السلع وتم التهرب الضريبي وعدم تزديد الرسوم على أساس هذه الإجازة هي إجازة استثمارية ويتمتع بهذه التسليلات هذه الأموال أين يعني وين راحت هذه همين في الأسترة طبعا فهمت الفكرة يعني يتم استيراد كاشي مباعب السوق المحلية أو أكبر من الحجم يعني الحاجة أكبر من الحاجة والكمية الزائدة تتسلل للأسواق وهذا أيضا يأثر يعني على المنتجين المحليين يعني هذه جزء مننا غسيل هذا يعتبر يعني إذن هذا جزء مننا غسيل إذن